اندلعت معارك بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة وقوات المعارضة من جهة أخرى في محيط منطقة تل عام في ريف حلب الشرقية وشنت طائرات روسية قصفا بالصواريخ على بلدتي أورم الكبرى وكفرناها في ريف حلب الغربي وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وفق ما أعلنته مصادر ميدانية وتعرضت مناطق في محافظة حمص من بينها حي الوعر وتلبيس والزعفرانية لقصف عنيف من قبل قوات النظام المتمركزة في الكلية الحربية كما قتل عشرة مدنيين من بينهم أطفال جراء قصفا شنته مساء أمس طائرات روسية على قرية كفر كارمين الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في ريف إدلب